اشتركوا في القناة الحوار الوطني الشامل رغم مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تركتل المساحل من كتلة المنتدى واكتملت الصورة بنهاية كتلة الوفاق ببيان أصدره حزب تمام والحوار والديمقراطية وكان حزب المستقبل جناح البروس قد انسحب في وقت سابق إعلان حل الكتلة رغم التزام حزب الجيل ببقائها يعني وهي في الأساس أربعة أحزاب لم يبقى منها غير حزب الجيل الجديدة من تمسك الكتلة عليها حال سنبحث هذا الموضوع إن شاء الله مع سيد محمد ينجح والدهاء مسؤول الإعلام بحزب تمام مهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يعني بداية سيدي أود أن أسأل مدواعي البيان الذي أصدره حزب تمام والحوار والديمقراطية حلا لكتلة الوفاق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد روالينا والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنت تعرف أن كل كتلة لها هدف كل تجمع يقصد منه مصلحة معينة هذه الكتلة تأسست خلال الأيام التشاورية الممحدة للحوار الوطني الشامل من أجل توحيد الجهود للضغط على النظام لمباشرة الإجراءات الضرورية للدخول في حوار جدي وضمت في بداية تأسيسها ثلاثة أحزاب حزب المستقبل وحزب الجيل الجديد وحزب التجمع من أجل الموريتانيا تمام بقي التنسيق قائما على مدى قرابة سنتين كان العمل فيهما جيدا حتى وصلنا إلى الحوار الوطني الشامل وبعد اكتمال أشغال الحوار الوطني في دورة سبتمبر الماضي قرر حزب المستقبل رئيس حزب المستقبل وحزب البربص لانسحاب من الكتلة للتفرغ للتحضير لمرحلة ما بعد الحوار الوطني كذلك اخترنا في ذلك الوقت أن نبقى في الكتلة وننسق من خلالها مع اللجنة المشرفة على الحوار الوطني الشامل من أجل تطبيق مخرجات هذا الحوار أما اليوم وقد وصل الأمر إلى ما وصل إليه قررنا أن ننسحب أو على الأقل أن نفكك هذه الكتلة لأنك تعرف بيت يقوم على ثلاثة قوائم إذا خرجت قائمتان نأتي لات الكلمة لأن البيوت ليست سيانة تختاري في بيت عن بيت نعم لا مشكلة في ذلك في وقت سابق انسحب حزب المستقبل جناح والبربص ما هي أسباب ذلك؟ وانت ذكرت عن انسحابه نعم هو نفسه رئيس حزب المستقبل سيد محمد البربص عندما انسحب من الكتلة بين في بيان أصدره ونشره لإعلام دواعي انسحابه من هذه الكتلة قال إنه دخلها من أجل التنسيق للدخول في الحوار كان له ما أراد هو أمام استحقاقات قادمة حسب نتائج الحوار أمام جو سياسي يحتاج فيه للتفرغ لخدمة حزبه ولا يريد ما يشغله عن ذلك التوجه هذا ما برر به هو نفسه ونحن لن كنا ملكيين أكثر من الملك لا لكن في ذلك الوقت تم حديث عن بعض الخلافات داخل الكتلة لماذا لم يعبر عنها هو نفسه إن كان خرج نتيجة خلاف ما المانع من أن يعبر عنها في بيانه أنا أسألك الآن أنا أجبتك بسؤال هذه عادتنا في مريتانيا يقولون إن المسؤول منها يجيب بسؤال نحن لن كنا ملكيين أكثر من الملك كما قلت لك محمد البربص عندما انسحب بين دواعي انسحابه وأذنى على العمل الجماعي والروح التي حظي بها أصطرتم بيانا لغير العام لحل الكتلة هذا البيان دعني أسألك ماذا لم يشارككم حزب الجيل الجديد في هذا البيان هكذا هذا ما أردت أن أجيب عليه طلاقا من فهمي لفكرة السؤال الذي أردت أن تطرحه هذا البيان يوضح موقف حزبين الجيل الجديد اختلف معنا في وجهة النظار عندما قررنا أن نحل الكتلة قال أنا رأيي شخصي أن نتمسك بهذا الإطار الجامع لننسق من خلاله ولكن في النهاية نحن أحزاب كل مننا له أجندته اجتمعنا من أجل مصلحة معينة رأينا في حزبي تمام وحزب الحوار والديمقراطية أن هذا المجهود الجماعي آت أكله نحن أمام مرحلة حرجة وقد اتضح فعلا أنها مرحلة حرجة تحتاج إلى تموقعات جديدة تحتاج إلى تنسيق أكبر تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من التفكير العميق لإحاطة بالإرهاصات التي ستتمخض عنها طيب هو البعض يرى أن بيانكم كان يجب أن يكون بيان انسحاب من الكتلة وليس بيان حل لها لأن الإجماع ليس حاصلا على ذلك بدليل تمسك حزب الجيل الجديد بها ما رأيكم أنتم في ذلك؟ نحن نرى أن كما قلت لك البنيان إذا كان قائما على أركان ضرورية لإقامته إذا انهدمت هذه الأركان لا داعية لأنت تعرف الكتلة تأسست من ثلاثة أحزاب التحق بها حزب بقيت كما هي ثلاثة أحزاب هل يمكن أن نتحدث عن كتلة بحزب واحد؟ منطقيا إذا افترضنا جدلا أنه المحمد متمسك الآن بموقفه من البقاء في كتلة الوفاق ذلك من المستساغ لغويا أو عقليا أو منطقيا أن نسمي حزبه بحزب الجيل الجديد كتلة الوفاق الوطني الكتلة جمع والجمع لا يمكن أن ينقلب إلى صيقاته المفردي هذه قواعد معروفة طيب هو عيالتحال للتكتل في السياسة هو عبارة عن فكرة صحيح ولا فكرة قد تكون قائمة بالنسبة لحزب الجديد وأنتم لم تعودوا بحاجة إليها هو قد يرث هذه الفكرة ويجمع من حوله غيرها إذا جمع معه غيره ما الذي جعلكم لا تحترمون تمسكه على الأقل وجمعتكم معه فرصة تحترمون تمسكه وتعلنون استحابكم منه لا أن تعلنوا بكتلة أن تتعرف هذه قوانين الحياة عندما تتحد الفكرة كما قلت ننشئ تكتلا عندما يتفكك هذا التكتل ويبقى جزء هو جزء من الكل الغالبية عادة يكون لها الحكم كما هو معروف الحكم للاكثري حزبين من ثلاثة أحزاب يعني لم نتحدث عن حزب استحبوا بقية حزبان تحدثنا عن بقاء حزب وحيد متمسك بموقف له الحق فيه يجمع معه من حوله ونحن لن ننازعه في اسم كتلة الوفاق ولن نسحب من يده شيئا بعد تمسكه به إذن أنت تفترض الآن أن يعني الحل الكتلة أمر السلطة فيه يعود للأكثرية وليس لل هذه الكتلة لها نظام داخلي ويفترض أن هناك هذه الكتلة لها نظام داخلي يفترض أن هناك ميثاك جمعكم هذا النظام إذا تمسك أحدكم بهذا الميثاك أو إذا رفض أحدكم يعني الميثاك والعمل الجماعي يفترض أن يكون هناك نوع من تعاطف نحن لم نبني ذكرة الكتلة على فراء عندما أسسنا هذه الكتلة سهرنا على وضع نظام داخلي يحدد آلية التصويت آلية التناوب السلمي على رئاستها تم التناوب باحترام شديد لجميع المواعد المرابط المشكورة غطت كل الانتقالات دورية كل انتقالات رئاسة دورية من رؤساء الأحزاب الممثلين في الكتلة إلى بعضهم كان هذا يتم بانتظام لم يلاحظ عليه أي شيء كانت الكتلة تطرح موقف تناقشه إذا صوتت عليه الغالبي يذهب لماذا الآن نحن مجبورون أن نخالف ذلك النظام الداخلي الأساسي الذي عملنا فيه من أجل تمسك شخصا بموقف هذا الموقف نحن نحترمه طيب دخلتم الحوار الذي يدعى الحوار الوطني الشامل المقاطعة أحزاب المنتدى وتكتب غيره ما هو شامل كيف تجدون أنفسكم في التعديلات الدستورية المرفوضة من طرف الغربة العليا في البرلمان مجلس الشوخ غربة العليا يعني في البرلمان مجلس الشوخ عندما نعود بذاكرتي قليلا إلى أيام الحوار الوطني الشامل وأنا أعتقد أن الشامل هذه يجب أن نضع تحتها خطوطا حمراء إن لم يكن هناك من يرفض ذلك هذه الخطوط تنطلق من شمولية الفكرة نحن عندما شاركنا كمعارضة في الحوار الوطني حملنا معنا مطالب المعارضة المقاطعة وتحدثنا عن كل شيء في هذا الحوار بما في الأفكار التي جلبناها نحن كأحزاب والأفكار التي طرحها غيرنا ممن يهتم بالمصلحة العليا للوطن في الساحة السياسية وإن لم يشارك وهذا هو الهدف الذي انطلقنا منه لتسمية حوارنا بالشامل طيب كيف تجدنا أنفسكم في التعديلات المرفوضة التعديلات المرفوضة عندما قلت لك عندما نعود بذاكرة إلى الوراء قليلا حزب تماما أصدر بيانا فيه ضم تجاذبات داخل الحوار طلب فيها الإبقاء على الرموز الوطنية حتى يوجد إجماع وطني شامل ولكن أنت تعرف في الحوار لكن أنتم كنتم تشاركون في الحوار وهذه التوصيات من الحوار وفقتم عليها يعني إذا سمحتني أن أكمل الفكرة ستفهم طيب يلا فهمنا هكذا قلت نحن عندما دخلنا الحوار طرحنا ما نراه مناسبا ورفضنا ما لا نوافق عليه ولكن في أي حوار أنت تطرح والمحاور يطرح ومن أجل التوصل إلى اتفاق لابد لكل طرف أن يقدم تنازلات الفيصل في الحوار الماضي كان هو الاستفتاء الشعبي نحن عندما وافقنا على ما وافقنا عليه من النقاط في الحوار الوطني الشامل قلنا بالحرف الواحد إننا تركنا الكلمة الفصلة للشعب الموريتاني ليقول كلمته هذا موقفنا كحزب طرحنا ما نراه مناسبا ما لا نوافق عليه عبرنا عن عدم موافقتنا عليه ولكن قلنا إذا قابل الشعب الموريتاني فنحن نقبله وإذا رفضه فالشعب هو صاحب السلطة وفي أي ديمقراطية راسخة ينبغي أن يكون الشعب هو صاحب السلطة الأولى والأخيرة وإذا قال كلمته فلا معترض عليها طيب كيف ترد على من يرى أن ما يجب أن يطرحه الساسة أصلا هو ما يعني يناسب أو يتوقع للشعب أن يوافق عليه لأن يطرح شيء وكأنه لا يعلم في الشارع وكأنكم ليست لديكم أنت تعرف وكأن الأحزاب ليست لها علاقة بقواعدها حتى تطرح الشيء يلا تعرف حتى رأي قواعدها فيه كيف تفهم هذا أنا أجبك على هذا لو كان كل حزب يمثل كافة الشعب لما احتجنا إلى قاعدته على الأقل اسمع اسمع إذا كان كل حزب يمثل الشعب فنحن لسنا بحاجة إلى تعدد الأحزاب هذه الأحزاب تمثل المنتسبين إليها تعبر عن وجهات نظارهم ولا يمكن أن نصدر أي تعميم نلزم فيه الشعب أو نلزم فيه الأحزاب بقبول فكرة حزب أو حزبا بقرح مسألة لأن الشعب من خارج قواعده يطرحها هذه الإختلافات هي التي فرضت وجود أحزاب متعددة طيب علي تحال هو يفترض أن الأحزاب المجتمعة في الحوار على الأقل كل منها يمثل قاعدة شعبية معاية صحيح هذا المشاحة تفيد المنطق التي تحدثت فيه في البداية وقلت المنطق والعقل والعرف يفترض أن الأحزاب المجتمعة على الأقل المقتلحات المقدمة لأن تكون مبنية على قواعدها أنا قلت هناك شيء يستشف منها شيء من التوقع أن الشعب يتقبل لأن الفصول على الأحزاب ورؤساء أفكارهم الجائية من قواعدهم نحن لا يمكن أن سنعود إلى هذا لكننا سأخذ فاصل قصير فقط أذكر أنه معنا محمد ينجح والدهاه مسؤول إعلام بحزب تمام طبعا متحدث الآن باسم حزبي تمام الحوار والديمقراطية الذين أعلن حل الكتلة وبينما تمسك حزب الجيل الجديد أعطيك العافية شاهدتك أنت مرابطون أينما كنتم فاصل شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله والحديث هو حول بيان حزب تمام والحوار والديمقراطية الذين اعلن في بيان للرأي العام ان حل كتلة الوفاق بينما يتمسك حزب الجيل بها وحزب المستقبل الرابع واحزاب المشكلة لهذه الكتلة قد انسحب في وقت سابق جناحه البربص يعني كما قلت يفترض بشكل عام يعني لسه انتم فقط كل احزاب سياسية افترض ان ما تطرحه يمثل على العقل الشعبي وهذا يعني ان ما يقترح عموما في اجتماع للعزاب السياسية يجب ان يلقى قبولا جزئيا كل نقطة فيه تلقى قبول جزئي بالضرورة لان هكذا يفترض هذا هو ما وقع بالفعل هكذا ما يفترض لكن سؤالي هو انت قلت قبل قليل بانكم هناك اشياء لا ترونها ولا تعرفون ما رأي الشعب فيها وقلتم اذا وافق الشعب عليها سموافق عليها هل تعتقد ان هذا مبدأ جديد يعني اشياء قد لا احبه لكن اذا وافق عليه الشعب سأخذه يعني هل يبدو انها فكرة وفكرة سياسية يمكن لأي حزب ان يطرح ما يراه مناسبا وما يمثل قواعده الشعبي لكن هذه القواعد هناك من يخالفها داخل الشعب له وجهة نظره يجب ان لا نصادرها ولا يمكن ان نتحدث الا باسم من خولنا نتحدث باسمه وهذا ليس جديدا وليس بدعا من التصرف دائما اسمع عندكم لا هذه هي الحقيقة هذا هو الواقع نحن لا ندعي دائما اسمع عندكم ان هناك ما يسمى بالمصلحة العليا للوطن وهذه قد لا تحتاج بالضرورة الى العودة الى المواطنين لان النخبة والطلايا عادة قد تفهم اشياء لا تفهمها العامة هذا لا تسمعه في حزبنا لذلك لا تنطلق عادة في اطرحاتها واكتراحاتها وفي تشكيل مواقفها من مصلحة العليا للوطن نحن اه لا تبدو صورة هكذا على ما فهمت منكم ومن قواركم ومما طريقة التي تفهمها اذا سمحت ليس اوضح الفكرة قليلا اذا عدنا الى مفهوم المصلحة حتى في الاصطلاح الاصولي عندما تتحدث عن المصلحة انت تتحدث عن فهمك لهذه المصلحة وعن تأويلك لها نتحدث عن الاجماع على المصلحة والمصلحة عادة في الدول عندما نقولها نتحدث في ميدان واضح المصلحة فيه يتماسك شعب وتنميته وتحسين وضعه هذه مصلحة لا خلافة فيه هذه ما اتحدث عنها وليس عن تلك الاشياء المفاهيمية لا انا اريد ان اوضح المفهوم الذي تحدثت عنه اذا قلت انني ارى المصلحة في مسألة معينة فهذا رأيي قد يظهر للغير من منطوق المفهوم وانا لا اسأل عنها وانا اوافق على هذا ولا اسأل عنه انا سألتك عن المصلحة العليا للبلد المصلحة العليا للبلد عادة لا تنظر لا هي المتب مجمع عليها هناك اشياء مجمع عليها وحدة البلد مجمع عليها وحدة التراب مجمع عليها تحسين وضع المعيشة مجمع عليها هل هي المصلحة التي اقصد بان الناس تتفق عليها البعض ما اريد ان اقوله بان الكثير من الخطم الحديث عن التعديلات هناك حديث من أطراف أخرى سواء كانت معارضة أو غير معنية بالسياسة أصلا ولا تهتم بها ترى أن ما يطرح أحيانا هو مجرد صفاقات سياسية لا علاقة بالمصالحة تدري بالشعب هناك أشخاص يقفون في نصف ليسوا سياسيين يرون أن الأساس ينطلقون من مصالح خاصة أنا لا يمكن أن أكون محاميا لشيطان كما هي عادة بعض الصحفيين أو كما يجب أن يكون الصحفي الذي يمكن أن أتحدث عنه وما أعتقده وما أراه مناسبا عندما تقول المصلحة الوطنية فهذه كلمة كبيرة يجب أن نناقش دلالاتها اللفظية والمعنوية وتطبيقتها على أرض الواقع ليس من سياسيين اليوم من ينكر أن موريتانيا تعيش أزمة خانقة على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي وهذه الأزمات التي نتخبط فيها تفرض علينا على الأقل محاولة البحث عن حلول ناجعة ترضي الشعب تتحدث عن صوت الشعب تقدم له أمورا ملموسة يمكن أن تسهم في تنميته في الديمقراطية لا مجال للكرسي الفارغ إذا استبدى النظام برأيه ولم تقل المعارضة كلمتها وبقي الشعب صامتا فأين سنعذر على حل لما نحن فيه من أزمات ضمائر يعني سأعود بك إلى ما قلته قلت أن الهدف من الكتلة هو أصلا تشكيل قوة ضاغطة أنت قلت بأنها ضاغطة على النظام كنت أود أن أسألك يعني دعوتم إلى حوار طبعا جدي في ذلك الوقت نخرج بلاد مما أسميتمه الأزمات على مختلفة سياسية طب كيف تقيمون الحوار الذي شاركتم فيه الحوار الذي شاركنا فيه قدم أجوبة واضحة لعدد كبير من الأسئلة كانت تدور في خلدي المواطن الموريتاني البسيط وكانت تؤرق كبار الساسة في حياتهم شخصية قدمنا جوابا للمؤمورية الثالثة حيث وقف رئيس الجمهوري وهو أكبر شخص يُعنى بهذه المسألة وصرح أمام الجميع أنه لا يريدها قال هذا وكرره قبل حواركم هذا لا لكن أكبر ما قدم في هذا المجال قدمه في حوارنا وبصورة واضحة لا غبار عليها دعني من حوادث منفصلة في وسائل الإعلام خارجية أو في تصريحات مقتضبة لا هذا وقع في موريتانيا نحن لا نريد لأنفسنا أن ننتقل من مرحلة يمكن أن نتفاوض فيها على مصالحنا العليا أن نتحاور فيها داخل بيتنا إلى مرحلة أخرى نتحاور فيها من وراء الحجاب أو نبحث فيها عن وسطا نحن جلسنا لنتحدث عن هموم الشعب في حياته طلبنا إصلاحات جوهرية في هيكلة هذه الدولة طلبنا إحداث مشاريع تعود بالنفع على المواطن البسيط الذي لا تهمه السياسة أكثر من ما تهمه لقمة العيش طلبنا وضع نظام جمهوري يكون التعليم فيه القاعدة العريضة التي تسهم في تكوين الفرد ويمكن من خلال إصلاحها الوصول إلى الأهداف السامية للجمهورية طلبنا مراجعة النظام الصحي هذه طلباتك وانا سألتك بشكل عام في عجالة عن تقييمكم لذلك الحوار قلت إن مخرجات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني كانت بالنسبة لنا آآ تمثل الحد الأدنى من تلك المطالب التي قدمناها والتي واثق عليها طيب هذا واثق أنكم قلتم في بيانكم أن الهدف كان من تأسيسكم هو تشكيل قوة ضاغطة للدخول في حوار جدي يخرج البلاد من الأزمات التي كانت تتخبط فيها صحح صحح طيب الآن بعد أن انقض الحوار و خرج توصياته وذهبت للبرلمان للتعديل الدستوري ورفضو من طرح مجل شيوخ الآن بما تصفون الرضع السياسي والاقتصادية والاجتماعي الراهن في البلاد كل على حدة و في شكل موجز آآ بكامل الإجازة يمكن أن أقول إن ما حدث في مجلس شيوخ كان ظاهرة ديمقراطية صحية حيث استطاع هؤلاء أن يعبروا عن وجهة الأوارهم بوضوح من خلال اقتراع شفاف ونزيه التصحيح هذا الخطأ إن كان خطأا أو الإجابة على هذا السؤال المطروح يمكن أن يتقدم بها سادة الشيوخ طلاقا من قناعتهم أو الأغلبية الداعمة لرئيس محمد العبد العزيز التي صدرت عنها مثل هذه النتيجة في برنامج هو من تقدم به طيب أنا أسألك الآن نحن نرى أن الوضع بقي على ما هو عليه طالما لم يسمح لنتائج الحوار أن تطبق ذعليا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصالي لم يحدث لا أتحدثك الآن عن الوضع السياسي الوضع السياسي لم يتغير بشيء مادامة تعديلات لم تفعل مادامة توصيات الحوار لم ترعب هل أفهم من هذا أن غياب المنتدى والأحزاب التكتل لا تشكل أزمة سياسية ومقاطعتها لا تشكل بالنسبة لكم السياسية يعني فليبقوا خالف هذه الأحزاب لم تؤثر في ما حصل ما حصل حصل داخل الأغلبية الرئاسية هي التي رفضت هذا المشروع التي تقدم بها رئيس الجمهورية أنت الآن قلت أن الأزمة سياسي متأزم فقط لأن التعديلات لم تمره لكن غياب تلك الأطراف لا يعتبر أزمة بالنسبة لكم أنتم فيه أنا قلت إن غياب أي طرف عن مائدة الحوار الوطني الشامل هو في حد ذاته أمر يحتاج إلى البحث عن حل لكن عندما لم نستطع أن نقنع إخوتنا بالدخول في هذا الحوار حملنا أفكارهم وطرحناها وتم نقاشها وأي حوار كما هو نعم هو على أي حال يقال وهم أنفسهم حتى يقولون هذا وفي النهاية أحزاب المنتدى في الحزب تكتل هي أحزاب سبقتكم للمعارضة وتعمل منذ زمن طويل في ميدان السياسة وفي المعارضة وربما واكبت مختلف المراحل التي مرت بها ديمقراطية موريتانيا وغيابها على ما يبدو بالنسبة لكم لا يشكل فرقا ولا يصل لحد الأزمة لكن الأزمة هي أن التعديلات نحن لبقى أن أتحدث دعم الأمر السؤالي والأزمة بالنسبة لكم هي أن التعديلات لم تمر رفضها لأن أسألك سؤال آخر أنا يمكن أن أوضح كلامي لأنني موجود وكما يقول الحاضر الصحيح ولا تبكر النيابة عنه هذا كلامي وأنا أريد أن أبين لماذا قلته أن أبين لماذا قلته على الأقل هذا حقي في الرد لأنني أنا هنا أجلس للرد عن استفساراتك لن أترك لك المجال الذي تعبر عني بالنيابة قلت إن البلاد تعيش أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية على كل المستويات وهذا تضمنه البيان وهذا هو المنطلق الذي ذهبنا منه للدخول في الحوار هذه كلمة أنا كررتها لكن لا تريد التحديد عن وضع الراهن للسياسية الوضع الراهن هو نفسه الوضع الذي كان أنا قلت لك لم يتغير شيء نحن تحاور لكن ربطت لي قلت لي قبل قليل الوضع ما دمت التعديلات لم تمر عبر الأزمة باقيته لو خرجت لو خرجت لو خرجت لو خرجت هذه التعديلات لو وجدت فيها المعارضة المقاطعة ما يذلج صدرها هذا ما تراه جيد لا استطعنا ننتقل بسلاسة إلى موريتانيا ما بعد 2019 وهذه المرحلة هي التي يجب على كل سياسي غيور دعنا ننتقل إلى الوضع الاقتصادي برأيكم كيف ترون الوضع الاقتصادي الراهن في موريتانيا نحن نرى أن موريتانيا تعيش وضعا اقتصاديا غير مريح يعاني فيه المواطن البسيط من تراكمات أثقلت كاهله من اقتفاع مذهل للأسعار من تدن في الخدمات العمومية لحد لا يمكن أن يؤدي الحد الأدنى من ما هو مطلوب هذا على جميع الأصعدة وانطلاقا من موقفنا كمعارضة لو لم نقتنع بهذه الأزمة يكونها في صف الأغلبية طيب دعنا في دقيقة نسأل عن الوضع الاجتماعي في ظل في الحركات الفئوية هذا هو أخطر شيء رضع الاجتماعي يعني لا أعتقد أنه نقش كثيرا في حوارنا كان اجتماعيا حتى في التعديلات يعني حوارنا كان اجتماعيا بغط عليه أشياء أخرى تصدوا المعارضة المقاطعة بشكلية العالم ورغم أن هناك مشاكل الحوار الذي شاركنا فيه كان حوارا اجتماعيا نحن طلبنا أن تسمى الأيام التشاورية أيام المصالحة والمصالحة الوطنية ركزنا على البعد الاجتماعي لأننا نعرف أن أي شعب لم يتمكن من صيانة وحدته فلا مستقبل له في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الرخاء ولا في التقدم وهذه الأوتار التي يعزف عليها البعض هي خطيرة تمام الخطورة إذن بالمحصلة يعني ونحن في نهاية الوقت يبدو أن حزبكم أنكم غير راضين عن الوضع بشكل حام ويعني ليس هناك جديد بعد الحوار ولا حتى بعد اقتراح التعديلات إذن سيد محمد ينجح الدها من سؤل الإعلام في عز التمام كنت ضيف هنا شكرا لسعاتي صدري شكرا جزيلا لك شاهدي قناة مرابطون أينما كنتم بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها إلى أن نتقل مجددا السلام عليكم شكرا للمشاهدة